موسيقى موسيقى تحية طيبة بقدر ما نستنكر ونرفض بأي شكل من الأشكال وتحت أي مبرر من المبررات ضرب المعلم للطلبة ولو كان ضربا خفيفا فإننا نستنكر ونرفض بقوة أن يعتدي أي طالب على معلمه بل إننا نجد أن الأخير أشد قبحا من الأول حتى ولو كنا نؤكد عدم قبولنا بالضرب بصورة عامة كواسيلة للتربية أو علاج للمشاكل المدرسية مهما كانت المبررات والدوافع والأخطاء ربما تحدثنا بإسهاب حول عدم صحة ضرب المعلم للطالب في الحلقات الماضية وإن هذا السلوك غير الشرعي لا يدفع بالعملية التربوية والتعليمية نحو أفاق مضيئة وصحية لكننا نود هذه المرة أن نتحدث عن الجانب الآخر المهمل من المسألة عن ضرب الطالب لمعلمة وما ينتج هذا السلوك البشع من أثار سيئة على العملية التربوية بشكل كامل حين نتحدث عن عدم قبولنا لضرب الطالب لمعلمة فهذا لا يعني أننا نتحدث عن الضرب دون سواه بل نحن ضد توجيه أي سلوك رخيص من شأنه أن يحط من قدر المعلم سواء من خلال سخرية الطالب منه أو عبر توجيه كلمات غير لائقة في حضرته أو شتمه وما شاكل فيكون حينئذ ضرب المعلم محرم من باب الأولوية وليس من باب الحصر اليوم وبسبب انحياز الكثير من التشريعات التربوية والقانونية إلى جهة الطالب توهم الطالب أنه من حقه أن يفعل ما يريد بحق معلمه ظنا منه أن القوانين الحالية ستحميه من المسائلة والعقوبة لكن ليعلم كل الطلبة أنه من حق الوزارة وإدارات المدارس وقبلهم ومن حق القانون أن ينصف المعلم في حال تمت إهانته أو شتمه والاستهزابيه فضلا عن تعرض للاعتداء الجسدي فلا يحسب بعض الطلبة أنهم فوق القانون في حال حاول القانون إنصافهم من إساءة أي معلم إلهم لأنهم في المقابل ومن باب أولى لا يجوز التعدي على المعلم لما يحمله من صفات اعتبارية ورمزية محترمة وتمثله لمعان كبير كالتضحية والعطاء والنبل والإخلاص ولو بحرف أو كلمة يستنقص من خلالها قدر المعلم وجلالته باختصار لو كانت المؤسسات التشريعية خصوصا تحترم المعلم بالدرجة التي تليق به لكانت قد شرعت القوانين الخاصة بحمايته وكفالته وتوفير العيش الكريم إلىه والعائلته وراقبت تطبيق هذا القانون من الورق على الواقع كل ما يحصل اليوم بحق المعلم هو تجاوز للأنظمة والقوانين السماوية والتشريعات الموضوعة اليوم في حلقة برنامج عين العلم سوف نتحدث عن موضوع التجاوزات التي تحصل على القانون في المؤسسات التعليمية والحكومية بصورة عامة الملتقى بعد الفاصل ما طلعوا تكموه؟ ترجمة نانشى عبي لا رجيتون ملك عبي لا رجيتون ملك على مرحباً دني بالنصف دني دني بالنصف دني بالنصف تستاهل الملك تستاهل وضع من جابنا هدايا يلنا طلع هداياكم واحد ورد ثاني خليها عن رحلة أول هدية دي بالنصف تستاهل الملك يلنا جايب لها هدايا قومي خليها عن رحلة قومي زنوك بعد من جايب لهاد يلنا عافية شوية عنها هدايا وأخرا عنها سارا خلي تطلع عمي جايبين أجل عمي جايبين أجل همسك عمي جايبين أجل صحيح صحيح سونك حلو حمول بس خح ما عنده هسا بس خد خلص حمول من جديد تحية طيبة سادة الأكارم وأهلا بكم إلى حلقة جديدة من البرنامج العلمي التربوي المجتمعي برنامج عين العلم اليوم عنوان حلقتنا تجاوزات نحن في أغلب الأحيان واني ذكرت في مقدمة الحلقة ندافع عن الطالب فيما لو تم الاعتداء علي من قبل المعلم أو المدرس أو مدير المدرسة وإن حلقات ماضية كثيرة عرضت فيديوهات دولت في مواقع التواصل الاجتماعي وفي المؤسسات الإعلامية والقنوات الفضائية العراقية وحتى العربية حول اعتداء معلمين ومدرسين أو اعتداء شخصيات سياسية على معلمين ومدرسين وكنا ضد هذا الموضوع لكن لما يصر الموضوع بالعكس فنحتاج إلى وقفة كبيرة اليوم كل الشعب العراقي وكل المجتمع بجميع مكوناته وأطيافه ودياناته يتحدثون عن رفض ضرب المعلم للطالب لكن لما الآية تنعكس ويقوم المعلم يتعدى أو يقوم الطالب يتعدى على معلمة فالقضية أكبر وأشد قبح من القضية الأولى بشعة بما تحمله الكلمة من معنى لأنه لما تكون كرامة المعلم غائبة فكيف سيتم إصلاح الدولة كيف سيتم تقويم المجتمع حتى لو كان مجتمع قائم على أساس القوانين وغيرها ما من الممكن أنه يتطور ويزدهر ويتقدم وينمو فيما لو كانت كرامة المعلم مهانة كل الحوادث اللي صارت بالزمن الماضي تقريبا 90% هي حوادث اعتداء معلمين على طلبه وكانوا نقابة المعلمين اتحدثت والمعلمين أنفسهم والمدرسين وقالوا يا بأ انتم ما تدرون بالقضية شنو ترى احنا طلابنا وصلوا إلى مرحلة وحتى على مستوى تلاميذ في مراحل ابتدائية وصلوا طلابنا إلى مرحلة يلاسنون الأستاذ ويجادلوا في كل شيء وما ينطوا الاحترام والقدر الكافي بل وحتى في بعض الأحيان يتجاوزون عليه بكلمات بذيئة بل وحتى في بعض الأحيان يعني قلدون على طريقته أو طريقة كلام أو حتى طريقة مشي كاد المعلم أن يكون رسولا يعني هذه المهنة هي مهنة نبوية المعلم الأكبر رسول عليه الصلاة والسلام ما علمنا أنه نقود الأمور بهذا الشيء خلي يسمعون أولياء الأمور أنت لما تسمع ابنك مضروب أو معتدى علي من قبل المعلم لا تروح توصي عشيرتك ولد عمك وعمامك وتاخذ العشيرة وتريد تروح تسوي دقة عشائرية وانت ما عرفت ابنك شنو اللي مسويه حاسب ابنك قبل لا تروح تحاسب المعلم اللي أنت أصلا ما مكلف أنه تحاسب أكو وزارة التربية وأكو وزارة التعليم تحاسب هذه الفئتين المهمتين بالمجتمع ما من المعقول بالحلقة اللي مضت تحدثنا عن عملية ضرب طالبة أو ضرب معلمة لطالب لأنه ما جاب دفت الرياضيات بالمقابل تصير دقة عشائرية بسبب القضية ما من المعقول احنا رفضنا الموضوع وتحدثنا به وقلنا أنه ما من الممكن لمعلم أنه يتعدى على طالبة بهذه الطريقة لكن لما تؤول القضية ويتم تحويرها إلى موضوع دقات عشائرية واعتداء على بيت المعلم أو بيت المعلم ما أيا كان هذه الحادثة اللي قبلها أو الحوادث اللي صارت مسبقا لكن شنو اللي يخلى المعلم يضرب طالبة أو تلميذه أكو أسباب كثيرة ونحن نتحدث دائما عن هذه الأسباب ودائما نوقف بصف الطالب بصفة حلقة ضعيفة لازم أنه يتعلم على الشيء الصحيح لازم نترك الأثر الطيف في نفسه حتى ما نعقده ويقوم يكره المدرسة لكن لما توصل المرحلة أنه المعلم ما يقدر يحكي ويا تلميذه أو ما يقدر يحكي ويا الطالب اللي موجود بمدرسته حتى على مستوى مدير مدرسة فكيف راح تقادل أمور إلى بر الأمان كيف راح نعلم طلابنا إذا ما كفت شيء بضغط إذا ما كو عقوبة لما يكون هناك تقصير بأداء الواجبات إذا اليوم تم الاعتداء على المعلم مباشر يعتدون على المدرس وبعدها يعتدون على مدير المدرسة وتوصل المرحلة إلى مراحل متقدمة منتسبي وزارة التعليم الأساتذة الجامعين ورؤساء الأقسام والعمداء ورؤساء الجامعات يتم الاعتداء عليهم شلون راح نعلم مجتمع بمعنى أنه أنت لما رحت اتفقت ويا ولد عمك ويا عشيرتك وسويت اتصالاتك ورحت أخذت سلاح حتى الدولة ما عدا أيش سلاح ورحت هاجمت بيت المعلم أو هاجمت المدرسة ككل وتعديت على المعلم طبيعي وبديهي جدا أنت مشارك بالدرجة الأساس في انتشار الظلم وانتشار الظلام وانتشار الجهل بالمجتمع لأنه منطقة فرصة للمعلم والمدرس أنه يعلمون ابنك فرح يطلع ابنك منها سابشرك يطلع فاشل ليش؟ لأنه اعتمد على القوة ما اعتمد على قوة عقله اعتمد على قوة الإيد والإسلاح اللي يحملوه والده وأقرباءه أو حتى أولياء أموره اليوم احنا أمام وقفة حقيقية لأنه اعتداء على المعلمين لازم يكون لها حد لازم يكون لها قانون مشرع شرعت قانون يا البرلمانيين شرعت قانون بالدورة السابقة والدورة ما قبل السابقة لكن وين التنفيذ؟ وين التطبيق؟ وين عملية حماية المعلم؟ وين عملية معاقبة المذنب والمعتدي على المعلمين والمدرسين والكوادر التعليمية والتربوية والتدريسية؟ ماكو تنفيذ هذه قضية ثانية لازم نتناقش بيها مع مسؤولين هم اللي أصروا على إقرار هذا القانون لكن وين تنفيذه؟ احنا لما نصوت على قانون كبرلمانيين المفروض يكون تنفيذه على أرض الواقع من لحظة التصويت عليها ويقرارها كقانون مجتمعي لكن ما تم تنفيذه ولو تم تنفيذه فعلا لما اتجرأوا أولياء أمور بعض الطلبة أنه يتجاوزون على معلم ومدير مدرسة ويكسرون الأثاث اللي موجود في هذه البناية اللي تعتبر حال حال المراقد حال حال الجوامع لأنه طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة والصلاة أيضا فريضة على كل مسلم ومسلمة فتقريبا متساوين فأنت لما تروح تتعدى على مدرسة وعلى بنايات المدرسة كأنك تعديت على جامع وممتلكات هذا الجامع أو الحسينية أو المرقد الديني أو أي مؤسسة دينية أخرى فلازم نجرم هذه القضية حتى نوصل بالمتعلمين وأصحاب العلم إلى بر الأمان وبالمقابل نكافح آفة الجهل آفة الأمية اللي بلشت تنتشر لأنه بديهيا لما طالب ما يحترم أستاذه ما راح يقدر يستقبل من عنده علم وبديهيا أيضا لما طالب ما يقدر أستاذه ولا يحترمه لأنه أكورى ظهر يسند بالباطل بديهيا ما راح يأدي واجباته فبالتالي راح يكون مقصر في أداء واجباته وتقصير فوق تقصير راح يصير عنده تراكم بهذا الموضوع ويصبح إلى أنه وصل إلى مرحلة العجز مؤلم جدا لما تلميذ وطالب وصل مرحلة خامس ابتدائي وما يعرف يقرأ لكلمة لا على الورقة ولا على اللافتات اللي موجودة بالشارع ولا حتى على التلفزيون هو خامس ابتدائي طيب ليش سألنا واستفسرنا عن الموضوع يابا الموضوع ماشي بالواسطات يابا اليوم أولياء الأمور قاعد يتصلون بالمعلمين والمدرسين وتقريبا يوصلون إلى مرحلة التهديد فالمعلم يقول لكاني وعلى مال من إذا الدولة ما حاميتني أنا علي شحمي المسيرة التعليمية بالعراق هاك ناجح وطهية هو ناجح على الورق لكنه فاشل بالواقع ما يعرف لا يقرأ ولا يكتب وعدنا تلاميذ وصلوا سادس ابتدائي وهم ما يعرفون يقرون ولا يكتبون مكسر قراءتهم حتى لما يظهر فد كلمة يظل يتهجاها لدقائق معدودة حتى يعرف يلفظها فهو هذا التعليم والعلم اللي احنا نريد اليوم ننشوره في عموم العراق امو احنا بلدنا ومجتمعنا على شفاء حفرة من الانهيار مو المفروض أنه انقود إلى بر الأمان وبعيدا عن هذه الحفر والآبار اللي هي نهايتها ظلم وقعر من الظلمات اليوم كل اللي قاعد يصير بالمسيرة التعليمية هو تجاوزات سواء كان اعتداء المعلم على التلميذ أو اعتداء التلميذ على المعلم عن طريقة أولياء أموره فكلها تجاوزات كل اللي قاعد يصير هو تجاوز وما من الممكن لمجتمع مليء بالتجاوزات أنه يبني نفسه باختصار في كل حلقة سادة الكارم احنا عودناكم أنه نركز على أبرز الأحداث اللي صارت خلال الأسبوع المنصرم ضمن فقرة أخبار عين العلم هذه الأحداث اللي حصت وزارة التربية ووزارة التعليم والجهات اللي هي على صلة مباشرة أو غير مباشرة معها ضمن فقرة أخبار عين العلم فنبدأ بالخبر الأول واللي يتحدث عن نواب محافظة الذقار واللي يطالبون بحسم ملف التعينات ليش وش وقت وشلون وشن سبب مطالبتهم بالاستعجال في قضية حسم ملف التعينات بالمحافظة خلونا نقرأ تفاصيل الخبر وعدنا فيديو يتحدث عن القضية حيث دعا نواب عن محافظة ذيقار الأمانة العامة لمجلس الوزراء للإسراع بحسم ملف التعينات والدرجات الوظيفية المخصصة للمحافظة فيما طالبوا بمحاسبة كل المقصرين بهذا الشأن خلونا نتابع هذا الفيديو اللي يتحدث عن المطالبة بسم الله الرحمن الرحيم من منطلق الحرص على أبناء محافظتنا العزيزة والخشية من أن يتطور الأمر إلى ما لا يحمد عقباه ندعو الأمانة العامة لمجلس الوزراء الإسراع بحسم موضوع التعينات الخاصة بمحافظة ذيقار وإطلاق الدرجات مع الاستمرار بالتدقيق وعدم تأخير الموضوع فالمحافظة بحاجة ماسة إلى هذه الدرجات الوظيفية كما وندعو إلى محاسبة كل متلاعب ومقصر في هذا الملف وعدم تركهم لأن عدم محاسبتهم سيفتح الباب للتلاعب في التعينات المقبلة نواب تحالف سائرون عن محافظة ذيقار أقوى الكتل السياسية اللي هي السائرون والفتح والكتل اللي منظوية وياه لما يطلع لك نائب هو نائب برلماني ممثل عن الشعب في أكبر جهة تشريعية جهة تشريعية عليا في البلاد باختصار ويتحدث عن تلاعب لكن ما يوضح فإحنا أيضا أمام مشكلة وهذا أيضا يعتبر تجاوز قانوني لأنه القانون يقول اللي يغطي على مجرم اللي يغطي على مفسد اللي يغطي على متلاعب ومتجاوز للقانون فهو أيضا شريك معه بديهيا وقانون من الفقرات البديهية بالقانون المدني والعسكري وأي قانون من القوانين الموضوعة على الأرض أنت تشترك تشترك ويا شخص وتكتم سر فأنت مشترك معه هذا شيء منتهي من عنده المصيبة أنه أنا قبل حلقتين أو ثلاثة ذكرت لما أطلقت الدرجات الوظيفية وأصبحت من حصة المحافظات العراقية الحكومات المحلية تحديدا صار تلاعب عضو مجلس محافظة على يا أساس يأخذ أربع درجات وظيفية يضمها يمه مدير عام تربية معين على يا أساس يأخذ 15 و 20 درجة وظيفية ويضمها جو عباته الوزير على يا أساس يأخذ أكثر من 15 أو 30 أو 20 أو 25 درجة وظيفية ويضمها وقت الحاجة ليش أنت كنت وزير كنت مدير عام تربية كنت مدير مدرسة كنت عضو مجلس نواب كنت محافظ عضو مجلس محافظة رئيس مجلس محافظة رئيس برلمان رئيس أي شيء في هذه الدولة فأنت موظف واجبك تأدي لازم بأمانة المشكلة أنا في أكثر من حلقة ذكرت أنه يجب أن تحصر التعيينات عن طريق الحاسب لأنه الحاسب ما عندها واسطة حالة حالة القبولات بالجامعات العراقية واللي هي اللي نسميها الإنسيابية تروح تقدم اللي كترونيا حسب معدلك وحسب الشروط يدخلك في كل يوم ما بيها واسطة ليش ما تصير التعيينات بهذه القضية منه المستفيد منه إلى صالح بهذه القضية يعني دائما إحنا لما نحكي ونقول الدرجات الوظيفية بعضها تنباع يقول لك لا أنت قاعد تحكي هواء في شبك وان المستند إمو إحنا نروح على نفسهم اللي اشتروا هذه الدرجات الوظيفية ويقول لك والله إحنا خايفين على نفسنا إذا نحكي الجهة الفلانية اللي إحنا وقعنا على تعهدات وانطيناها عهد أمانة أنه ما نجيب سيرتها أمنتنا بهذه القضية طيب أنتو اشتراتوها للدرجات الوظيفية يقول لك إيه والله اشترناها طيب شلون كان الدفع يقول لك انطينا تسعين ورقة حسب الجهة أو حسب الوزارة اللي تريد تنتسب إلها وتتعين بيها ما شاء الله صنفت على درجات ابتداء بالكهرباء والنفط والمالية والتعليم العالي والتربية والتخطيط وكل الوزارات تقريبا كل شيء بسعره تريد تتعين في وزارة النفط لازم تحضر هل قد مبلغ تريد تتعين في وزارة أقل حضر مبلغ أقل تريد تتعين في وزارة مستواها متوسط حضر المبلغ الفلاني وشوف يا وزارة بيها امتيازات يا وزارة بيها تخصيصات يا وزارة بيها حوافز يا وزارة رواتبها عالية كل ما صار سعر الراتب أعلى كل ما صار سعر درجة الدرجة الوظيفية أعلى مافيات هذا اللي قاعد يصير ذكرت في أكثر من حلقة أنه يجب أن تحصر التعينات من الوزارة والوزارة ما تتحكم بيها كأفراد لا الحاسبة المركزية هي اللي تتحكم بيها يعني الخريج العراقي لما يتخرج يقدم الكترونيا وهو ومؤهلاته ماكوش اسمه هو وحظه ماكوش اسمه هو وواسطه ماكوش اسمه هو ومحسوبيته وماكوش اسمه هو والدفع اللي رح يدفعه كمبلغ بالورق يحشون فلو كانت الدرجات محصورة بالوزارة المعنية حصرا سواء كانت التربية تعليم عالي وزارة العدل أي وزارة عراقية لو كانت محصورة بمركز الوزارة المحاصيل الزراعية اللي تطلع من ديالة لما توصل البغداد لازم السايق يدفع كذا مبلغ الجهات معينة وقفت أمامهم ولغيت هذه المنافذ والقمارق وخليت منافذ حدودية فقط بين الدولة العراقية وبين الدولة المجاورة أما ماكوشي اسمه منافذ حدودية بين المحافظات هذه خطوة جريئة وكانت مافياتهم سيطرة على الموضوع ووقفت قدامهم وواجهتهم اليوم تقدر توقف أمام هذه القضية وتخلي التعيينات محصورة بالحاسبة المركزية للوزارة حتى ما حد يتحكم بيها لأن حاسبة ما تعرف فاسطاتي إلا إذا هكروها وما أعتقد عندهم هذه الإمكانية وهذا العقل النير إنه يتحكمون بهذه القضية فاليوم التأخير شن الفائدة من عنده لما أن يأخر الدرجات الوظيفية في أي محافظة ترى مباز ذيقار هذا الموضوع بالبصرة وهذا الموضوع في الأنبار وهذا الموضوع في قلب العاصمة العراقية بغداد كل عضو مجلس محافظة خالها كم درجة وظيفية ويعين بيها لو قريبة لو صديقة لو اللي ينطي فلوس ولهذا تشوف الدرجات الوظيفية تطلق من قبل الدولة العراقية وأصحاب الحقوق ما يحصلون على حقوقهم وأنا عندي أصحاب أجور يومية وأصحاب عقود لغاية الآن حتى لما تم التصويت على الموازنة وبيها فقر أنه يتعينون أصحاب العقود والأجور اليومية ما أحد عينهم وجوز عينه 30% طيب وال70% ترى بعدهم قاعدين ببيوتهم نتمنى فعلا أن يتم اتخاذ إجراءات جريئة وخطوات جريئة لأطفاء غضب الناس اليوم إذا أهل ذيقار وصلوا إلى مرحلة الغضب وأهل البصرة لغاية الآن الغضب مخيم على أجسادهم وعلى عقولهم وعلى ألسنتهم وغضبة بغداد وغضبة بقية المحافظات شلون راح تسيطرون عليها وهذا حق شرعي أنا خدمت الدولة بشيء لازم أحصل على شيء المقابل لأنه ما عندي فيه شيء بديل أنا كخريج درستة 18 أو 20 سنة أو 26 سنة إذا كنتم حصل على الدكتوراه أو الماجستير وين المقابل وين الثمر اللي أنا ازرعتها صالي 26 سنة مو المفروض أنه أحصل حتى على الأقل أتجهي للحياة العملية أزوج وافتح بي وكون مسؤول عن نفسي ما ظل معتمد على أبوي اللي كان معتمد على جدي في ظل الحكومات الحالية فنتمنى التركيز على هذه النقطة وخلونا ننتقل إلى الخبر الثاني اللي يقول استقطاعات جديدة من رواتب الموظفين اعتبارا من الشهر المقبل حيث قرر مجلس الوزراء استقطاع نسبة 1% من الراتب الاسمي من الموظف في أقسام التربية لقاء حصوله على رقم وظيفي موحد على أن تستوفى النسبة المذكورة دوريا عند كل ترفيع إلى درجة أعلى لغرض تحويلها لحساب وزارة التخطيط خصم 1% من راتب الموظف الاسمي ابتداء من يوم 1-4-2019 مقابل حصول الموظف على رقم وظيفي خاص به وتستقطع مرة واحدة كل ترفيع أو تغيير في درجة الموظف هذا الكتب الرسمية التي هي معروضة أمامكم أعرض لي يا زميلي المخرج مرة ثانية لو سمع الكتب الرسمية اللي هي معروضة أمامكم يعني وزارة التربية استندت طبعا هذه الموظفي وزارة التربية وكيد رح تطبق إلى بقية الوزارات وزارة التربية استندت إلى قرار الأمانة العامة لمجلس الوزراء وبالتالي اتخذت هكذا قرار فيعني أنه أنت خلصت من استقطاعات الحجد الشعبي لأنه الحجد الشعبي أصبح جهة رسمية أرجع لي زميلي المخرج أصبحت جهة رسمية وتستلم راتبها كجهة أمنية والطرفة بالموضوع أنه حتى جنود الحجد الشعبي ومقاتلي الحجد الشعبي لما يروحون يستلمون رواتبهم يقول لك إحنا عندنا استقطاع هل قد بالمية للحجد الشعبي طيب مو إحنا أصلا نفسنا الحشد لا يقول لك هذا لقيادات الحشد فاليوم الحجد الشعبي بعد ما يستقطعون من الموظفين من رواتب الموظفين حتى تروح للحجد الشعبي لأنه تم التصويت على اعتبارهم جهة أمنية ضمن وزارة الدفاع والداخلية وتم توزيعهم بشكل طبيعي لكن هي ضمن الهيئة ضمن هيئة الحجد الشعبي اليوم الموظف كل ما يخلص من قضية ادخلوا في قضية ثانية يعني مو ضد هذا القرار يجوز إذا راح هذا القرار لخدمة كل الموظفين أو لخدمة الدولة حقيقيا فإحنا ويا حال حال الخدمة المقدمة لبقية الأصناف واطياف المجتمع العراقي يعني أي خدمة مقدمة مقابل مبلغ مادي إحنا ماك مشكلة بيها لكن احنا نخاف أنه هذا الاستقطاعات تروح إلى حساب جهات أخرى خلي تروح الحساب وزارة التخطيط لأنه بالمقابل قاعد تخططنا أمور مستقبلية وحال حال بقية الوزارات لأنه احنا اليوم نفتقر في السنوات الماضية إلى وزير تخطيط يكون يقود الوزارة اللي هي تقود عملية التخطيط بالعراق إلى بر الأمان اليوم أكو جهات إيجابية أو أكو قرارات إيجابية قاعد تتخذها وزارة التخطيط نتمنى أنه يوفق وزيرها بالمراحل أو بالسنوات القادمة لأنه فعلا احنا افتقدنا وزارة التخطيط في السنوات السابقة نتمنى بالسنوات الجاية يكون سيد نوري بصفة وزير التخطيط أنه يكون يعني قود الوزارة اللي هي راح تقود البلد ووزارات العراقية كافة إلى بر الأمان لكن آني موضوع الاستقطاعات أصبحت غصة في داخلي وفي داخل كل موظف عراقي نخلص من مشكلة ونخلص من قضية يستقطعون من عندنا قضية ثالية هذا الموضوع نتمنى أنه تحسن موضوع الترفيعات والعلاوات لموظفي وزارة التربية لأنه بالحلقات الماضية استعرضنا كثير من الوقفات لموظفي وزارة التربية أيا كانوا معلمين مدرسين فنيين كوادر إدارية غيرها صار لهم تسع سنوات ينتظرون الترفيع والعلاوة وما نشملوا بيها اليوم التخطيط بلشت تشتغل على هذا الموضوع فنتمنى أنه تحسن وخصوصا بعد ما قابله سيد عبد المهدي عادل عبد المهدي وعدهم كنقابة معلمين وعدهم أنه يتم شروع بقضية تطبيق ووضوع العلاوات والترفيعات حال حال بقية الوزارات وخصوصا أننا قاعدة أتعامل وزارة وموظفين يخدمون أقوى طبقة وأفضل طبقة مع احترامي لكل الطبقات أفضل طبقة ستقود البلد في المستقبل أنا اليوم لما أقدم خدمة كمعلم إلى الأطفال وإلى الفتيان وإلى الشباب فأنا قاعدة أقدم خدمة إلى العراق بالمستقبل لأنه طفل اليوم هو نفسه مستقبل الغد ننتقل إلى الخبر الآخر والذي هو الخبر الثالث شرطا جديدا لإقرار بحوث طلبة الدراسات العليا خلينا نشوف شون الشرط حيث وضعت وزارة التربية أو وزارة التعليم العالي والبحث العلمي شرطا جديدا لإقرار بحوث طلبة الدراسات العليا والمتضمن عدم إقرار بحوث طلبة الدراسات العليا إلا بعقد مع إحدى المؤسسات الحكومية وبغض النظر عن المبلغ هذا الكتاب الرسمي اللي ظاهر أمامكم على الشاشة هو اللي يوضح مضمون هذا الكتاب ليش وزارة التعليم اتخذت هذا الغرض؟ هسا أقول لكم ليش ارجع لي زمينا المخش بالحلقات اللي مضعت أغلب المشاكل اللي يعاني منها المجتمع ذكرناها مشكلة الصحية مشكلة الأمراض مشكلة الشوارع مشكلة المجاري مشكلة الطرق والجسور أغلب المشاكل اللي يعاني من عدها المجتمع هي موجودة كبحوث المشكلة والحلول لكن هذه البحوث وين؟ بالمكتبات ما كلها الإتراب ما كلتها الأرض ما حد مطبق على أرض الواقع عبارة عن يعني أفكار نظرية موضوعة على أوراق حبر على ورق ما مستفادين من عدها فاليوم اتخذت وزارة التعليم قضية أنه أغلب المشاكل اللي تعاني من عدها الوزارات واللي ينفسها يعاني من عدها المجتمع والمواطن العراقي لازم يكون طالب الدراسات العليا يعمل عليها يعني على سبيل المثال مشكلة المجاري اللي عندنا ما شاء الله اللي هي ما قاعد تتحمل مطرة لمدة عشر دقائق مباشرة الشوارع تغرق والبيوت تكون آية للسقوط والمؤسسات الحكومية كذلك حالة حالة بيوت وما إلى ذلك من هذه المشكلة اليوم المهندس المدني أو المهندس المعماري أو مهندس الطرق والجسور أو الخريجين اللي هم أصحاب اختصاص بهذه القضية يدرسون ببحث كطالب دراسات عليا سبب عدم دقة المجار العراقي على سبيل المثال يعني ويعالجوها يكون هذا البحث المطبق على أرض الواقع شرط قبولك أو شرط قبول البحث في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي سوى كان لغرض الترقية لغرض الحصول على درجة علمية أعلى ماجسير أو دكتوراه أو دبلوم عالي وما إلى ذلك من هذه القضايا فاليوم المشاكل المجتمعية اللي يعاني منعدها المواطن العراقي كلها موجودة كحلول لكن هي موجودة بالمكتبات نتمنى التعبون نفسكم كوزارة وشروحون تبحثون عن هذه المشاكل اللي مطروحة والحلول واتطبقون الحلول على أرض الواقع بغض النظر عن المبلغ اللي أنا ما افتهمت حقيقة شنو الغاية من ذكر هذه الجملة بغض النظر عن المبلغ يعني المبلغ أنا اللي راح أتحمله كطالب اللي راح تتحمله الجهة المنفذة يعني أنا اليوم كصاحب بحث أكو جهة إذا جدت تعاقدت وياي هي المسؤولة عن الماليا هي المسؤولة ماليا عن تطبيق على أرض الواقع لكن الوزارة التعليم ما وضحت هذه القضية لغاية الآن نتمنى في كتاب ملحق احنا دائما ينطون كتاب ولما يكون بشيء مجهول أو مبهم يوضحوه بالكتاب اللي بعده فنتمنى يوضحونا بغض النظر عن المبلغ شنو قصدكم بيها يعني أنا أتحملها كطالب لو تتحملها الجهة المستفيدة واللي راح تفيد كل الشعب يعني جهة المستفيدة سواء تكون وزارة أو هيئة أو منظمة مجتمع مدني أو جهة حكومية أو شركة معينة فأنا كصاحب بحث أقدم المشكلة وأقدم الحل مالتها لكن تطبيقها شلون واعتقد هنانا راح أصير نفس الإشكالية ونفس المشكلة ورح نرجع نفس المربع فيما لو لم يتم حسم هذه القضية موضوع المبلغ المالي اليوماني عندي طلاب وعندي أيضا فقرة في فقرة أخبار عين العلم بالخبر الأخير راح نتناقش على موضوع المبالغ اللي قاعد تستوفوها من الطلبة وبالمقابل ماكو حلول وماكو معالجات وماكو تطويرات للمشاكل اللي يعانوا من عندها الطلبة فهذا الخبر وهذا الشرط اللي وضعتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ننتقل إلى خبر آخر واللي هو يتحدث أيضا عن وزارة التعليم وكيف تتعامل اليوم مع خرجي المجموعة الطبية الأوائل حاول عملية تعينهم ضمن مؤسسات أو الجهات التابعة لوزارة التعليم فنتابع تفاصيل هذا الخبر فالتعليم العالي تدعو الأول على الكلية أو المعهد من المجموعة الطبية مراجعة مركز الوزارة حيث دعت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الخريج الأول على الكلية والمعهد للعام الدراسي 17 و 18 من المجموعة الطبية غير المعينين دعتهم إلى مراجعة الدائرة القانونية والإدارية في مركز الوزارة لغرض توقيع تعهد قانوني بعدم تعيينهم في وزارة الصحة والوزارات الأخرى خلال أسبوع واحد علما أن الأسماء المشمولة هي فقط المذكورة في هذه القوائم هذه القوائم خليها تنعرض زميننا المخرج حتى يراجع مركز وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في بغداد ويتجه إلى دائرة القانونية والإدارية ويوقع تعهد قانوني أنه ما متعين في وزارة الصحة ولا متعين في أي وزارة حكومية أخرى أو حتى أهلية يكتب تعهد قانوني من أجل تعيينهم في وزارة التعليم العالي وعلى ملاك وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أعتقد 59 طالب هم المشمولين فقط ما بين خريجي كليات ومعاهد الأوائل من المجموعة الطبية جعل زمين المخرج وخلونا ننتقل إلى خبر آخر يتحدث عن الامتحانات النهائية الجامعية والقضية التي طرحت في مواقع التواصل وأيضا وجهت وزارة التعليم العالي التعليمات والشروط الخاصة بهذه القضية لأنه الطلاب اليوم متخوفون من هذا الامتحان فخلونا نقرأ تفاصيل هذا الخبر الامتحانات النهائية الجامعية أصبحت موحدة حيث قررت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي جعل الامتحانات النهائية للمراحل المنتهية في جميع الجامعات الحكومية والأهلية للاختصاصات العلمية فقط امتحانات وزارية موحدة تحت مسمى الامتحان التقويم يكون كالآتي كل أربع جامعات تشترك بأسئلة وزارية موحدة تصحيح تدقيق موحد مع الكليات الأهلية المتواجدة بالقرب منها ثنيا الاختصاصات الطبية سيكون الامتحان لثلاث مواد فقط بينما باقي الاختصاصات مادة تين بس ثلاثة يطبق ابتداء من هذا العام وللدور الأول فقط وللمراحل المنتهية حصرا أربعة تكون درجة الأسئلة موزعة كالآتي ستين درجة اختيارات وأربعين درجة شرحيات وتكون الأسئلة شاملة لجميع المواضيع هذه لأنه كثير من الطلبة حقيقة يعني يتساءلون اليوم عن كيفية أداء الامتحان التقويمي كل أربع جامعات تشترك بأسئلة ويكون هناك هيئة موحدة أو لجنة موحدة لهذه الجامعات هي اللي تصحح وهي اللي تخلي هذه الأسئلة الأسئلة راح تكون علمية واختصاصات فقط للعلمية ستين درجة مولتي شويز اللي هي اختيارات وأربعين درجة شرحيات وتكون شاملة لجميع المواضيع الاستفهامات كثيرة لكن اليوم تم توضيحها من قبل وزارة التعليم وهذه أهم الفقرات اللي يجدت بخصوص الامتحان التقويمي لأنه ما بقنا شيء شهرا نحن ندخل بتأدية الامتحانات النهائية للمراحل المنتهية للجامعات الحكومية والأهلية كلها ننتقل إلى الخبر الآخر والي هو الخبر السادس شمول طلبة الدراسات العليا المرقنة قيودهم بالعودة إلى مقاعد الدراسة نتابع حيث قررت وزارة التعليم العالي شمول الطلبة المرقنة قيودهم في الدراسات العليا بالعودة إلى مقاعدهم الدراسية حتى الطلبة الذين استفادوا سابقا من قرارات عودة المرقنة قيودهم وكما هو موضح في الكتاب الرسمي الظاهر أمامكم اللي هو صادر من وزارة التعليم العالي دائرة البحث والتطوير اسم الكتاب ميم دراسات عليا اللي صدر قبل أيام تاريخ عشرة ثلاثة فرجع لي زمي المخرج اليوم يعني هناك كثير من التفاصيل بهذا الكتاب لكن هذه أهم ما إجاء بهذا الكتاب لكن هناك تفصيلة أنهم يرجعون لكن على النفق الخاص الـ 13 مليون والـ 11 مليون والـ 12 مليون وعملية التخفيض اللي هي مشروطة بموافقة رئيس الجامعة كون أنه الوزارة انطلتها الصلاحية اللي هو يراعي هذه الظروف فاليوم طلبت الدراسات العلية اللي هم رقنوا قيدة رقنت قيودهم في السنوات اللي مضت وحتى في هذا العام بإمكانهم العودة إلى مقاعد دراسي يقدمون طلب خطي إلى الكلية عن طريق القسم وحسب سلسلة المراجع وتوصل إلى رئاسة الجامعة اللي بدورها مباشرة ترفع الكتاب إلى الوزارة وتطيهم إعلام أنه هذه الأسماء اللي عندنا وهذول اللي مشمولين بالعودة كمرقن قيودهم ويوقعون تعاهد أن هم رح يرجعون على نفقتهم الخاصة هذه أبرز التعليمات وهذه هي الشروط اللي وضعت لإعادة قبول طلبة الدراسات العلية لهم ومرقن قيودهم على النفق الخاصة ننتقل إلى الخبر الأخير في فقلة أخبار عين العلم واللي هو يعني حقيقة إجتنا مناشدة تتحدث عن هذه القضية وحاولنا الاتصال بالجهة اللي رفعت هذا الطلب لكن دائما وأغلب الأحيان السادة النواب لما يرفع لك طلب يغلق تليفونه فات خمس ستة أيام حتى لا حد يستفهم من عنده عن هذه القضية وكأنه هما يحشون لحجاية يرجعون يتندمون أو يرفعون طلب يرجعون يحسبون لألف حساب خافي الضارب ويا مصالح جهة معينة ما علينا والموضوع ما إلى ربط لكن خلي توصل هذه الرسالة المبطنة إلى بعض الجهات اللي ينطونا خبر بقضية معينة ويقول لك والله احنا تحركنا ونحن ننتظر الإجابة بعد 24 ساعة نرجع نتصل بهم وراء 24 ساعة حتى نكون المعلومة اللي ننقلها إلى الناس وإلى الطلبة وإلى الخريجين وإلى كل الجهات المرتبطة بالتعليم والتربية تكون المعلومة دقيقة لكن وراء 24 ساعة تلقال أفندي غالق تليفونه يوم يومين ثلاثة أيام تليفونه مغلق سافرت ديز رسالة قول النواني سافرت خايف قول والله يا باني رفعت هذا الطلب ورجعت تراجعت لأنه أكو جهات تتعارضتوا إياها الموضوع ما يخص هذه النقطة أو هذا الخبر اللي رح نذكره لكن هذه الأحداث اللي أصبحنا متعودين عليها من قبل السادة أعضاء مجلس النواب بصفتهم جهة تشريعية إحنا ويا من قاعد نحكي قاعد نحكي يا جهة تشريعية أنا عندي مشكلة غيري عنده نفس المشكلة أصبحت رأي عام أو أصبحت مشكلة عامة واجبك كعضو مجلس النواب ومثل عني وعن الآخر اللي هو عنده نفس المشكلة أنه ترفع القضية إلى رئاسة مجلس النواب حتى يصوتون عليها وتقرق قانون ويتم متابعة تنفيذ هذا القانون أيضا من قبلكم إحنا لما طلعنا وانتخبناكم حتى تتعبون على مودنا مو تتعبون على نفسكم بس يعني تكونون نفسكم وتكونون يعني مستقبل زاهر ومليء بملايين الدولارات في السنوات القادمة على أية حال خلونا نطرح هذا الخبر واللي هو أساسا مناشدة رصدت في مواقع التواصل الاجتماعي واجتنا نسخة من هذه المناشدة وحملنا أمانة أنه ننقلها كما هي فتفاصيل هذا الخبر هو مطالبات بتخفيض الأجور الدراسية لطلبة الدراسات العليا وحصرا بالوزارة شلون رح نقرأ التفاصيل طالب عدد من طلبة الدراسات العليا بحصر موضوع التخفيض بوزارة التعليم لأنه بعض رؤساء الجامعات ما يلتزمون بالقرارات الوزارية التي خولتهم بالتكفل بقرار التخفيض يذكر أن بعض الجامعات خفضت لبعض الطلبة ميسوري الحال خلوا ألف خط جوه ميسوري الحال ولم توافق على الطلبة أصحاب الظروف المادية الصعبة يعني الموضوع مفهوم بالعكس وهذا وطالب نواب أيضا بمعالجة حالات طلبة الدراسات العليا من مكمل إلى ناجح ومن راسب إلى مكمل حسب الشروط والضوابط الواردة في الطلب أدنى هذا الطلب هو من قبل أحد النواب اللي هو طالب بمعالجة حالات طلبة الدراسات العليا بالمقابل أنا عندي يعني شيء مرتبط بهذا الكتاب برجع لزمين المخرج اليوم كطالب دراسات العليا وضع المادي صعب ما قدر يحصل على فرصة تعيين خلال حصوله على البكالوريوس فقرر أنه ينتقل إلى الماجستير عسى ولعل حظوظه بالتعيين تكون أفضل طيب حول على الدراسات العليا هو ظرف المادي قد يكون جدا صعب إجا قرار تخفيض من الوزارة هسا أقول لكم ليش أنه المطالبات كانت محصورة موضوع التخفيض يجب أن يحصر بالوزارة إجا قرار من وزارة التعليم بتخفيض الأجور الدراسية لمن يعاني من ظرف مادي صعب شوكت بعد ما يقدم طلب إلى سلسلة المراجع رئيس القسم يرفع للعمادة والعمادة ترفع لرئاسة الجامعة بمبلغ التخفيض قد يصل في بعض الأحيان إلى 25% حسب الحالة أو حسب الظروف اللي مر بيها طالب الدراسات العليا بعض الطلاب اللي هم ميسوري الحال وعدهم مواسطات المشكلة حصلوا تخفيض الجهة الثانية من الطلاب اللي هم وضعهم المادي جدا صعب ما حصلوا تخفيض ليش لأنه بالمقابل ماعدهم مواسطة وما قدروا يوصلون لا للعميد أو حتى لما يوصلون للعميد يرفض يقول لك والله صلاحية رئيس جامعة ويجعنا توجيه في آخر اجتماع مع رئيس الجامعة قال وقفوا عملية التخفيض طيب ما أنا عندي قرار وزاري يقول اللي يستاهل تخفيض خفضوا له بنسبة 25% ما قدرتوا 15 ما قدرتوا 12 ما قدرتوا 10 حسب الحالة اللي يعاني منعدها الطالب لكن الموضوع يحصر باللي يعدكم وياهم مواسطات أو اللي يعدكم وياهم مصالح أو اللي لسانهم مواصل يم العميد ويم رئيس الجامعة هنا القضية تختلف فاليوم المطالبات بقضيتين القضية الأولى حصر موضوع التخفيض بالوزارة انتو طيعتوا مبلغ يعني 13 مليون دينار لطالب علمي أو تخصص علمي وقد يصل إلى أعلى من هذا المبلغ إذا يحتاج إلى مختبرات وإلى غيره وغيره وكأن الدولة موفرة لكل شيء لكن إنه جازم طالب الدراسات العليا لما يشتغل بالمرحلة البحثية راح يروح على مختبرات أهلية ويدفع من جيبة فلوس ماكو شيء موفرة الهياء لا العمادة ولا الكلية وخلي يزعلون لأنه أنا عندي صور ووثائق ومواضيع تخص هذه النقطة تحديدا اليوم الطلاب من يحتاج حتى لو كيت بسيط لفحص أي عينة لازم يروح يشتري من جيبة وقد يكون ما متوفر بالعراق لازم يراسل جهة خارجية حتى تدزل هي وإحسب أنت أجور الشحن والكيت وقد يصل إكسباير وقد يوصل غير صالح للعمل وهذه المشاكل اللي عينوها طلبة الدراسات العليا وبالمقابل لازم يدفع فلوس إذا كان عن النفق الخاصة قد تصل المبلغ إلى 14 و 15 مليون دينار عراقي وهذه الـ 15 نفسها أنت بإمكانك تروح في أرقى دولة وبهذه الـ 15 مليون نفسها وتدرس وتحصل لغة وتجيب ثقافة جديدة وتعيش حياتك وتجيب شهادة من دولة خارجية يجوز تصنيفها بالجامعات أعلى من عدنا من الناحية العلمية خلونا نستوعب طلابنا خلونا خيرنا إلنا مو خيرنا لغيرنا اليوم أنا عندي قرار يقول لك من حق الرئيس الجامعة أو إلى الصلاحية أنه يخفض ليش بعض رؤساء الجامعات ما يخفضون وأني ما ريد أجيب أسماء أنا عندي أسماء وعندي جامعات معينة ما قاعد تلتزم بالتخفيض ليش؟ لأمور أخرى ما ريد نجيب ولا نذكر اسمها ولا نذكر أصلا اسم رئيس الجامعة حفاظا على شخصيته لكن انتبهوا على هذه النقطة اليوم أنت لما ترفض بتوقيعك الأخضر ترفض أنه الموافق على التخفيض خلي أمامك الظرف المادي اللي يعاني من عند الطالب خصوصا أنه وجايك على نفقة خاصة قد يكون ظروفه العائلية صعبة قد يكون ظروفه المادية صعبة قد يمر بظرف صعب أنت تجهله وما تعرفه فأنت لما ترفض قتلت جزء من أحلامه هذه المليون والمليون ونصف والمليونين والاثنين وربع جوزة توفر له حتى يروح يشتري بيها مواد يشتغل بيها المشروع البحثي اللي راح يشتغل به فاليوم موضوع التخفيض طالبة طلبة الدراسات العلياة أنه يحصر بالوزارة وموضوع المصاريف لـ 13 مليون دينار نتمنى أنه يتم النظر بيها لأنه 13 مليون دينار مبلغ جدا ضخم مقارنة بطالب توم تخرج وريد يبحث عن فرصة تعيين وموضوع المباشرة أنا بس أري دفتهم المباشرة هي أنه عرفها 5000 دينار ليش في بعض الجامعات حسبوه على 10 ألاف دينار وليش أصلا يدفع مبلغ الطالب حتى يباشر الطالب إجد يباشر ليش دي يدفع مبلغ وهذه المبالغ وين تروح مو المفروض تترجم إلى خدمة الطالب نفسه مو المفروض تترجم إلى نظافة الصحيات إلى نظافة القاعات إلى الأجهزة الموجودة إلى المختبرات والمواد والأجهزة وغيرها ما قاعد يشوفون شي الطلاب يا سادة يا رؤساء الجامعات انتبهوا على هذه النقطة تدرون طالب الدراسات أو الطالب لازم يدفع 10 ألاف دينار حتى يباشر هذه المبالغ وين تروح نتمنى نشوف توضيح من عدكم حول هذه القضية أضف إلى ذلك اللي أجل هو طالب دراسات علية على النفق الخاصة ليش ده أخذ من عنده مبلغ حجز المقعد الدراسي أجلوا لو جيبوا غيره احنا موعدنا طلاب احتياط هذه التعقيدات هي السبب وراء عدم يعني اتضاح الأمور لطلبة الدراسات العليا اليوم طالب الدراسات العليا العراقي يتساءل أن ليش هذه التعقيدات كلها قدامي شنو الدولة ما تريدني أدرس على أرضها يطيبوا هذا فيزا وهذا جواز وأروح أسافر أدرس بره ولا تنسوا نحن عندنا قرار وزاري يقول لك ساعدوا اللي يريد يعني ما أعرف هذا الكتاب ذكرناه في حلقة من الحلقات أنه ضرورة احتواء طلبة الدراسات العليا في الداخل والحفاظ على هذه الثروة ثروة العلمية وحتى الثروة المادية لشيوة 13 مليون دينار قليلة موضوع التخفيض نتمنى أنه يحصر حصرا في وزارة التعليم وموضوع صلاحية رؤساء الجامعات على عيننا وعلى راسنا لكن الكثير من رؤساء الجامعات ما قاعد يلتزمون بقرار التخفيض وكأنه هذه الـ 3 ملايين معروفا يريد يحيرون به لأن المبلغ بعد التخفيض يجيو يصير 10 وربوء أو 10 ونص في حين المبلغ قبل التخفيض هو 13 أو أكثر من هذا الرقم بقليل ننتقل بفاصل بعض الأخبار ونشوف إياكم تقرير الاعتداء والتجاوزات اللي هو أساس تسميتنا لعنوان هذه الحلقة نلتقي بعد الفاصل نعمر نامي نعمر نامي دادا نور فارس دادا نور شريح نبني دارة با قاعدة في الأبطال عينة حسك حطيك على رابا حطينا أبي 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 رابا 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 رباق رباق سوى يشدد سوى يشدد صبعك فور ونظرك الى السبت نظرك الى أخوط هططيدك على النامير أفا نارو هططعك على النامير أفا نارو عبي نمير وين نمير 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 صباح نمير خليه 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 نمير فتصبحك على النامير سوى هش شكت نظرك فور الى السبت هططفعك على المدري سوى لا هططفعك على المدري سوى لا هططفعك على نور 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 ريم علام سمع الشكل ونظر الاسد سوي حركيني تحرك صبعك حضر صبعك علام دار علام دار 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 東 دار دار صبعك حعر صلاز من جديد أهلا بكم كيف يمكن لهذه الشخصية ولهذه الوظيفة أن تهان ولا تعطى حقها ويتم الاعتداء عليها يعني اللي شاهد اليوم هذه الحصة أو جزء من حصة اللي يعطاه هذا المدرس أو هذا المعلم الله ينطي الصحة والعافية بهذا العمر ويؤدي واجب على أتم وجه بأمانة تامة واليوم أنا عندي معلمين توهم باشروا وأيضا يؤدون التعليم بوسائل يجوز مقاربة إلى هذا الشيء ويجوز أحسن بالمقابل أنا كدولة ما مطيتهم لاحقهم ولا حمدا ولا شكورة شكر وتقدير ماكو لمربي الأجيال بفاصل الحلقة اليوم ظهرنا أو أظهرنا لمعلمين اثنيا توهم متعينين أو صار لهم كم سنة من نتعينوا وكيف هم يحتفلون بعيد ميلاد وحدة من الطالبات أو التلامذة أو التلميذات اللي موجودات في الفصل عيد ميلاد ومحتفلين بيهم وجابلهم هدايا يعززون الترابط بينهم والأواصر بينهم وبين الطلبة أو بين التلاميذ حتى يتركون الأثر الطيب والكلمة الطيبة في نفوسهم لأنه يعرفون كل جزيلا أنه اللي قاعد على رحلة اليوم باشر عقب يجوز يقعد على كرسي المسؤول ويكون هو اللي يتحدث ويؤمر وينهي ويا حب ذا لو يذكر اسم المعلم اليوم لما تروح على مسؤول يعني مفرح جدا لما تقول له انطيني اسم معلم ترك بيك الأثر الطيب ويذكر اسم هذا المعلم شنو الفرحة اللي راح تصير بهذا المعلم لما يسمع اسمه ذكر على لسان شخصية رفيعة المستوى في هذا البلد فاليوم المعلمين يؤدون يعني واجباتهم بكل أمانة لكن بالمقابل هل يتم إعطاء حقوقهم خلونا نشوف تقرير الزميل مصطفى الوحادي من تكريت واللي يتحدث اعتداء على مدير مدرسة في قلب محافظة صلاح الدين الكلام عن تكريت المدرسة وهذا الباب حتى هذا الباب انكسر الباب وجاءوا هنا تجاوزوا على الإدارة والغلط والشتم وكسروا ما كسروا ظاهرة الاعتداء على الكوادر التعليمية آفة بدت تنتشر في المجتمع العراقي وبدت تضرب أطنابها حتى وصلت إلى محافظة صلاح الدين وكان آخر الاعتداء على أحد أفراد الكوادر التدريسية في مدينة تكريت مركز المحافظة طالبهم بالحبس خلي قبلون هذا من يتجي يتجاوز ويسب مدرس يتجاوز مدير باشر كلها كلها بعد من يحترم مدرسة كل من يجي يهجمه بكيفه ويعتدع المدرس بكيفه في هذه الحالة ما أقدر أحمي مدرساني ولا مدرسة هنا الكادر المالي معظم 13 مدرسة عندي يعني بعد ما أقدر أحمي مدرس قانون حماية المعلمين والمدرسين خاصة نشوف يعني في هذه الأيام هذه كثرة الاعتداءات على المدارس على المعلم على الكادر التدريسي فلهذا لازم تتخذ التربية ونقابة المعلمين الإجراءات لحماية المعلم في الوقت الذي يناشد الكثير من مواطني محافظة صلاح الدين بضرورة إقرار قانون يجرم التعدي على المدرس والكوادر التعليمية في المدارس العراقية بعد تسايد ظاهرة التعدي عليهم طبعا نحن نطالب كشريحة تربوية قسم تربية التكريت في مركز محافظة صلاح الدين نطالب بتفعيل قانون حماية المعلم وذلك بسبب الاعتداءات المتكررة والمتلاحقة على إدارات المدارس الملاكات الرجالية والملاكات النسوية نعاني الأمرين في هذا الجانب وذلك بسبب ضعف القانون والوضع الركيك للمجتمع والحكومة العراقية بسبب عدم تفعيل هذه القوانين أدت إلى نشوب عصابات منظمة تجوب المدارس وتفعل ما تشاء في المدارس ونطالب من الحكومة الاتحادية أن تفعل وتوفر حماية المعلم لأن المعلم هو اللبنة الأساسية في بناء المجتمع والمعلم هو القادر على القضاء على الإرهاب في المجتمع العراقي والمعلم هو الشمع المنيرة للمجتمع العراقي مصطفى الوحادي قناة السامراء الفضائية تكريت إذن السادة القضاءات السادة القادة الأمنيين الجهات المنفذة للأوامر القضائية والجهات المنفذة أو الجهات المنفذة للجهة التشريعية أو قوانين الجهة التشريعية هذه القضية أمامكم وتكريت هي مثال لبقية المحافظات العراقية اللي صار على تكريت ومدير مدرسة تكريت بالاعتداء وتكسير الأجهزة في المدرسة والمواد وغيرها هو قاعد يصير في أغلب المحافظات العراقية القانون موجود لكن هل من نطبق لهذا القانون القضية أمامكم والتعليق لكم ألتقي في الحلقة الجاية إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة